بسم الله الرحمن الرحيم في ناس احنا مثلا النهاردة احنا طالعين على الهوى كلنا موجودين في شغلنا بامان عشان في ناس في عيز الجو ده في عيز البرد ده قاعدة بتحمينا بعد ربنا سبحانه وتعالى هما سبب في ان احنا كلنا نقوم بعملنا في امن وامان وبراحة انا بصراحة يعني كل ما بفتكر وانا قاعد كده لابس كم جاكت وبتاعه طب الناس فعلا اللي واقفة في خدمتها مش هقول على الحدود بس يعني سواء على الحدود سواء في الشوارع مثلا في ظابط المرور او عسكر المرور وانا جاي شايفهم بصراحة شباب زي الفل شباب العسكر المرور شباب زي الفل واقف بيقدي مهمته مش شغلته مهمته احنا هنا بنشتغل دي شغلتنا لكن هما بيقدوا مهمة تمام المهمة دي بتبقى واجب بيقدمها للبلد احنا بقى زي ما بقول احنا كلنا سقعانين وبتاعه والناس دي واقفة في عز البرد تمام المطرة بقى تمطر الجو مش عارف يبقى 13 ودرجة الحرارة 13 والكلام اللي بنسمعه اللي يمدي وهم الناس واقفة عشان تأمنا اليومين دول بقى يعني اللي هو تحديدا بعد بكرة بامر الله هو عيد الشرطة عيد الشرطة بيرتبط عند معظم المصريين او 25 يناير تحديدا بيرتبط عند معظم المصريين بحدثين وكل واحد على حسب الحدث اللي هو عايزه يعني لكن انا شايف وانا النهاردة هنا على الهوى لازم اقول حق ربنا والكلمة اللي ترضي ضميري ان السبب في اللي احنا فيه النهاردة وان احنا عايشين في البلد بشكل امن بفضل الله سبحانه وتعالى هم رجال الشرطة طبعا وقوات المسلحة بس انا عشان اليومين دول عياد الشرطة فانا هتكلم عن رجال الشرطة عايزه اقول الناس اللي انا بقول عليها بقى اللي احنا شايفينها سواء في عسكر المرور او الظابط او كلام من ده حتى لو فيه بعض الزعل وارد كل العمل اي شغلانة في الدنيا فيها ده وفيها ده فيها واحد كويس اوي اوي وفيها واحد يعني تمام فحتى لو فيه حد يعني مستق من اي حاجة مع العلم انا شايف يعني ان الدنيا مختلفة تمام لكن يا اخي راع ان اللي قاعد سايف بيته وولاده وقاعد في عز البرد عشان حضرتك او انا بلاش اقول على حد لو انا بقى قاعد في بيتي بقى مسك الموبايل كده على الفيس وعمال اكلم وهاجم وكلام من ده تمام الناس دي قاعد عشان تحمينه تمام عشان بيقدي وجبه فيه من اللي ييجي يقولك والله ده ده شغلته وهو بياخد مرتب على كده لا يا فانتي لا اسف حضرتك بتروح الشغل بتاعك في الشركة في المصنع في الشغل اين كان الشغل بتقدي عمل مقابل اجر ده لا ده بيقدي مهمة اللي بيسيبه بولاده وعياله وبيته وينزل يقعد في البرد واللي يقعد زي ما بنقول على الحدود عشان يحميني ويحميك لا هو مش عشان المرتب لا خد يا باشا بقى انت المرتب ده اللي احنا دايما بنقول ده كبير ده كبير وللأسف اللي مش عارف بواطن الامور يعني هو ده اللي بيقول كده لكن اللي عارف بواطن الامور الناس دي برضو في مرتبتها مزيادة عننا كتير يعني تمام لكن هو واقف عشان يقدي مهمة انه يحافظ على البلد دي عنده واجب يحافظ على البلد دي برضو اما ارجع اقول اه يعني عم ده شغلته هو بياخد مرتب في واحد في الدنيا بياخد تمن ما هو نازل حطت عمره على كفه لا انت نازل راح شغلك الساعة 8 الصبح 9 الصبح 10 بترجع الساعة 2 عشان اه اجر مقابل عمل لكن ده لا نازل وهو بيقول عشان لا اله الا الله عشان محمد رسول الله يا طارى يرجع لبيته ولاده تاني ولا لا تمام ده مش اجر مقابل عمل ده واجب ومهمة بيقدمها البلده والشعبه او اهله اهل بلده وحاطت عمره على كفه تمام عشان يحمينا او يحمينا كلنا ويحمي البلد تمام فقال حاجة ان احنا النهاردة فاعيادهم لازم نقول لهم كل سنة انتو طيبين جميعا جميعا لا ده هروح لابعد من كده واقول ان لولا الارواح الطهرة اللي استشهدت وانا والله ويشهد على يميني ربنا سبحانه وتعالى ان انا لا انافق احد ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى مليش مصلحة عند المية واربعة مليون مصري تمام فما بقول كلمة انا بستنى جزاء ربنا عليها فما باجي اقول ان اللي استشهدوا في الفترة اللي فاتت دي كلها عشان احنا النهاردة نبقى عالشين بامان لا لازم من هنا كل واحد يقرى لهم الفتحة ويدعي لهم وانا شخصيا بدعي وبقول يا رب اجمعني بهؤلاء الشهداء اللهم امين يا رب العالمين اللهم اجمعني بهؤلاء الشهداء تمام الارواح دي دفعت حياتها عشان كلنا نعيش في امان تعالوا بقى نقول واهليهم هم في الجنة بامر الله بامر الله نحتسبهم شهداء اهليهم بقى اللي دفعوا برضو غالي اوي اوي عشان انا وانت نعيش وانا وانت نعيش في امان فانا بقول لمصر كلها واجب الناس دي ان احنا نقول لهم انا اشكركم على الصور اللي انتو طلعتوها يعني في صورة اللي زابط اسمه محمد علي زين تقريبا يا رقو ده اللهم صلع النبي يعني ورد ده شاب زي الورد الله يرحمه يحسن اليه يا رب واللهم اجمعني بيه على خير يا رب بامر الله اجمعنا ده هقوله الشهداء الشاب ده يعني بصراحة اللي دفع حياته عشان انا وانت نعيش ده يعني انا مش عارف نقول ايه يعني انا شخصان مش لاقي حاجة اقولها غير ان اللهم اجمعني بيه تمام في الجنة يا رب العالمين تمام اهله اللي يعني ده بقى زي ما بيقوله دفعوا الغالي والنفيذ طبعا دول بعض بعض من كتير اوي دفعوا ارواحهم اللهم اجمعني بيهم يا رب العالمين في الجنة بامر الله دول واهليهم دفعوا كتير اوي 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 عشان البلد دي تعيش وييجي واحد نايم على ظهره كده ومسك الموبايل والبطاطين بقى وبتاع ويفضل يقولك هذا الشرطة يا عم لا انا مش عارف ويفضل يهاجم اه يا عم ده شغلهم بياخدوا فلوس على كده لا يا فندي لا لا شهادة الحق ان لو لا دول ما كنا لو لا هؤلاء ما كنا بفضل الله ده يعني ده بقى انا يعني العميد عامر عبد المقصود رحمة الله عليه ده مأمور اسم كرداسة وده تقريبا يعني من من الاشهر او من الشهداء الاشهر لان طبعا حدسته كان يعلمها الجميع تمام رحمة الله عليه ده واحد من اللي مرضيش يسيب الاسم بتاعه عشان بلده يا سيم انت انا اعرف ده شخصيا اعرف علم اليقين اللي انا بحكيه بقى عن العميد عامر اعلمه علم اليقين ان زوجته طلبت منه يمشي قال لها مين اللي حافظ على الاسم مين اللي يدفع عن الاسم يا سيدي ده الدنيا بايزة لا مش هسيب مكان انا زي 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 زمالاتي رحمة الله عليه يعني ده ده رجل كان لعيب كرة في نادي الترسانة رحمة الله تمام قال مين اللي يدفع عن زمالاتي انا اللي يسر عليهم يسر علي كل زباط الاسم استشده وكل يعلم بدا الزباط والاومن وكلام من ده تمام محد يستد مكانه هل ده هل ده كان نازل يعمل ده عشان المرتب مرتب ايه اي مرتب يضاهي اللي قدمه هذا الرجل وزوجته اولاده فأنا برضو بقول اللهم اجمعني بيه في الجنة رب العالمين ولازم نقول لاهالي الشهده انا بقول بقى عشان بس المحدش انا بقول اهالي الشهده كلهم على راسي كلهم وجملهم اللي عملو على راسي اللي قدموه هم والشهده على راسي لو لا هؤلاء ما كنت انا ولا اولادي ما كنتش انا ولادي نعيش في امان ما كانش اولادي يقدروا ينزلوا النهاردة في امان شوفوا الدول المحيطة عاملة ازاي للأسف ما تعلموش الدرس اهل البلاد دي ما تعلموش الدرس ما تعلموش الدرس اللي حصل في مصر للأسف شوفوا البلاد برا عاملة ازاي حوالينا لكن احنا لكن احنا هنا الحمد لله بفضل ربنا ثم هؤلاء الشهداء وقصارهم ما كنا موجودين من مهاردة فيه فيه انا كان مفروض طبعا هقول ده في الاول بس انا ما حبيتش باول حاجة كده انا بس عايز اقدم كل التعازي للأستاذ اكرم المصري المراسل الرياضي للبرنامج في وفاة والدته رحمة الله عليها واجب علينا ان احنا نقدم له كل التعازي من هنا والله مسكنها فسيحة جناته يعني بقى نقول فيه واحد ييجي يقول لك انا العلم ما بتكلمش سياسة بس انا باخد عناوين كده بتغزني بصراحة على السوشيال ميديا يعني ما الرئيس بيعمل واجبه هو حد عامة قالك بيعمل حاجة غير واجبه ايو ما هو واجبه تمام بس يا اخي لو هو بيعمل واجبه فمن واجبك انت اعترف اعترف ان احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم زي ما بنقول الشهداء دول المشير طنطاوي اللي بديله كل التحية والرئيس عبدالفتاح السيسي ما كانش البلد النهاردة سبحان الله العظيم الدولة الوحيدة المستقرة بفضل الله سبحانه وتعالى في المنطقة بل بالعكس دلوقتي بقيت تدعى او يدعى السيد الرئيس اللي يرضى يرضى بقى اللي مرضى شوحور بقى يدعى لحل مشاكل المنطقة عارفين بقى الكبير بتاع كل منطقة كده في المناطق الشعبية عندنا كده ما بيبقى لها كبير وكل الناس تلجأ لي يا عم حللنا الموضوع ده انا بقولها بالبلدي بس عشان الناس برضو ايه نفس الحكاية هم جايبين الكبير بتاع المنطقة تعالى صف الدنيا شوف تتحل ازاي والحمد لله لا الرأي رأي الرأي رأي زي ما بيقولوها برضو ولاد البلد يوزن بلد الكلمة توزن بلد الصورة دي الصورة دي مثلا دي المسترال اللي ساعة ما الرئيس جابها اول المسترال اول حاملة طائرات جات مصر الرئيس سماها جمال عبد الناصر تمام تاني مسترال او حاملة طائرات جات لمصر ده ايه الرئيس سماها محمد انور السادات الرئيس عمل قاعد قاعد عسكرية سماها محمد نجيط سبحان الله طب ليه ما كتبش عليها عبد الفتاح السيسي ليه ما كتبش تمام بلاش ده الحاملة اللي تكلم عنها العالم كله حاملة فيروس سي اللي عالجت مواطنيين او كشفت بقى كشفت على كل شعب مصر وعالجت المصاب منهم بفيروس سي اتسمت ميت مليون صح احنا بقى نقول ايه حاملة السيسي والله انت حر تمام انا واحد من الناس كنت بقى قولها كده ما هو هو اللي اطلق الحاملة دي هو عمل حاجة ما شفناش قبل كده واللي عايز يقول عليها بطبل يقول انا مليش مصلحة عند حد خالق اللي عايز يقول بطبل يقول اما طبل لصالح بلدي ده صالح بلدي اما الراجل ده يبقى عامل حاملة كشفت على كل الناس في مصر على الشعب بالكامل حاجة ما حصلتش قبل كده وما ظنش هتحصل بعد كده وعالج المصاب منهم وما زلنا بقى اللي تقريبا فيه حملة عيونك وفيه حملة وكل يوم والمرأة سادي المرأة وا 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 الحملات الطبية اللي بتعمل كل يوم والتاني دي الراجل ما جاش قال حملة السيسي لعلاج مرض ده فيروس تي لأ قال مئة مليون صحة فيه فيه برضو معاش التكافل والكرامة فيه اللي بيقول معاش السيسي اوكي انت حر الراجل اللي بقى هو نفسه سمى تكافل وكرامة ما سمهوش معاش كذا ولا لا تمام وانا مش بعيب على حد للعلم حشل لا لا لكن انا بقول وقائع لهذا الرجل ان كل اللي عمله ده اسكان الشباب وابا برضو اسكان الاجتماعي اسكان الاجتماعي او اسكان الشباب ما سمهوش اسكان السيسي مساكن السيسي او اسكان السيسي ما سمهاش الكلام ده يعني الراجل اللي يعمل ده كله تمام يروح يعمل مدينة زي مدينة العلمين اللي كان كل اللي فيها العقارب والتعبين وال الالغام عقارب وتعبين والالغام دي كانت مدينة العلمين دي كانت العلمين ما كناش نسمع عن العلمين غير حرب عالمية وان فيها الغام طول عمرنا ما نسمعش عنها غير كده فجأة بقت فيه مدينة العالمين الجديدة على اعلى مستوى من ايام كان معايا احد الزمل من اعلامي والتلفزيون يعني بيختار طب انا اروح اخد في العالمين ولا مش عارف وفي الاخر هو استقرر لا انا اخد في العالمين دي هتبقى مستقبل واوة في العالمين في اخر الدنيا اللي كان بالنسبة لنا دي مش يعني دي منفى لا الراجل خلى منها مدينة بيطلبها الناس وبرضه ما سمهاش مدينة السيسي الجديدة بالعالمين مثلا يعني لا سمها مدينة العالمين الجديدة اما ييجي الراجل يعمل ده كله وما ينسبش لنفسه يبقى راجل بيبني تاريخ لبلد مش لنفسه راجل بيبني تاريخ لبلد وللشعب والاهل البلد انا من مكاني ملقيش حاجة اقولها لهذا الرجل غير انا بقى زي ما تقوله ايه اللهم مقتر من امثلك يا ريت والله يعني انا شخصيا انا ما اقدرش اصحى في المواعيد اللي الراجل ده ويصحى فيها ولا انا ما عرفش بينام امتى والله العظيم تلاتة ما نفق ولا رياء اكسم بالله انا ما عرفش الراجل ده بينام امتى تمام عشان يدير البلد بما يرضي الله في كلمة بتعجبني جدا 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 من الرئيس وممكن انا لسه كتبها على صفحيتي النهاردة ان احنا بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف انا باخد الكلمة دي فعلا بقت عنوان بالنسبة لي دي حقيقة الراجل ده بيتعامل بشرف في وقت يعني ربنا الحمى فتحية لهذا الرجل تحية لرجال الشرطة تحية رجال الكوات المفلحة تحية للمشير طنطاوي الراجل ده تحمل تحمل ما لا يتحمله بشر وواحد من اصحاب الفضل بعد ربنا فان البلد دي النهاردة بقت مستقرة وامنة لو لا يعالم كنا هنبقى زي اللي حوالينا ولا لا في حملة كده كانت في مصر الجديدة انا بحي كل القائمين عليها من الرئيس الحي لبعض من وزارة التربية والتعليم وبعض القادة من وزارة التربية والتعليم تقريبا المتحدث الاعلامي وبعض القادة من الوزارة ويمكن انا نديد بدا برضو في البرنامج هنا من فترة الحملات اللي على السنتر التعليمي السنتر الدراسي انا اتهجمت قبل كده وبرضو عما كنت بتكلم في الموضوع ده وطالبت بإلغاء السناتر وكلام من ده فيه فيه سيدة كلمتني وهجمتني قالتلي ما انت مش حاسس بينا مع العلم ان كان ابني في نفس الوقت اللي انا بتكلم فيه في سنة اولى سنة واللي هي كان حاصل فيها التغيير بتاع التابلت وكلام من ده وبتاع تمام اتهجمت هجوم ضاري ولكن انا مصر اقول اللي انا مقتنع به الحملة اللي اتعملت في مصر الجديدة على السنتر دي دي انا طبعا مش عارف الاشخاص تقريبا بس تحديدا بس تقريبا ده ده رئيس حية مصر الجديدة يعني تمام ده سنتر من السناتر العلم كان فيه فيديوهات بس انا مرضتش اجيبها ده سنتر من السناتر الناس راحوا لاقوا ده بعد ما قفلوا بقى انا اللي استغربتله جدا جدا رد فعل المدرس اللي جوه السنتر اه ده دي صور توضحية الصورة دي صورة توضحية مش هي تمام ده سنتر تمام بصوا فيه كم طالب طبعا ده لو في الفصل في المدرسة نقول اه ده الايال قاعد على بعض ده المش عارف ايه الحكومة مش عاملة حاجة لكن في السنتر يبقى بالمئة عيل وبالمئتين عيل واحنا ماشاء الله ده بيقفوا طوابير ده بيقفوا طوابير تمام المهم فيه صورة لغلاف لقراس تدريب بيوزعوه على الولاد انا بصراحة ما شفت الصورة يعني حاجة بصراحة تكسف حاجة تكسف ده غلاف القراس التدريب اللي بيفرقها على الولاد حاجة تكسف تمام حصيلة الساعتين دول مش عارف كان كام الف جنيه وبتاع المهم يعني نزل سيد رئيس حي المصر الجديدة تمام واغلقوا بعض السناتر فزي ما بقول لكم رد فعل المدرس يقولوا لا 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 بس انا انا معترض انتو المفروض تيجو تبعتولي تمام دي صورة بصوا كشكول التدريب كشكول التدريبات بالله عليكم اما ولادنا يروحوا يتعلموا في مكان بيفرق الكراسة دي على انها كراسة التدريبات والله العظيم الشباب في الكنترول شلوها بصورة عليهم فعلا يعني احنا احنا مكسفين يعني احنا بنعرضها احنا مكسفين فما بالك اللي بيفرقها على الولاد عشان يتعلموا يتعلموا ايه شفتوا احنا بنودي اولادنا لغاية بيدينا لغاية هناك وبعدين ندافع لا يعني ما فيش تعليم في الفصل ما انت اللي عملت كده ما هو انت اللي عملت كده انت اللي خليت المدرس مش عايز يشرح يعني مع احترامي طبعا فيه مدرسين افاضل وعلى رأس يعني لكن فيه اللي لا هيشرح ليه ما هو بعد ساعة هيروح السنتر وفيه اللي بياخد اجازة عشان يروح السنتر على طول ومعظمهم بيعمل كده للوقت طب احنا نعمل ايه لا لازم نقفل السنتر انت يا سيدي خد اجازة زمان تعايل تمام ما هو بقى يتحيل على القانون خد اجازة زمان تعايل لا لكن اما هنقفل السنتر تمام هيبقى المدرس مجبر على انه يرجع تاني مدرسه والطالب مجبر على انه يروح الفصل بتاعه اللي بيبقى زي ما بنقول سبعين ثمانين عيل ده هنا متين عيل ده في السنتر متين عيل وعلى قلبنا زي العسل لاقوا بندفع ميت جنيه في كل حصة في كل حصة ميت جنيه عشان ابني او بنتي يروحوا في وسط الزحام ده عشان يتعلم واللي تسمع بقى يقولك ايه عفريت الكيميا وحاوي الفيزيا كلام عجب كل يعني تقريبا اللي مسني كل اللي في سني كده واللي في جيلي بجميع بقى ايه درجاتهم ومؤهلاتهم وكلنا كلنا تعلمنا من غير عفريت كيميا ولا عفريت فيزيا تعلمنا من مدرسين من مدرسين كلهم كانوا على نفس المستوى ممكن واحد افضل من واحد في توصيل المعلومة لكن كلهم مش ممكن ده بالعكس ده النهاردة المدرس بتقولك يا سيدي لو انت مافهمتش من المدرس ده عايز خش مجموعة عند مدرس تاني ماشي مجموعة تقريبا بربعين جنيه في الشهر تقريبا يعني لكن لا احنا بنروح دايما على الغيصة وعلى المكتوب على اسوار المدرس مش عارف مع عفريت الاحياء احياء ايه احياء ايه احنا كنا بنطلع من الفصل من المدرسة اللي قاله لنا المدرس وبنروح نمسك كتاب المدرسة ما كانش لسه طلع لنا الكرسات التدريب اللي كانت زي ما طلع على الشاشة الوقت وبفضل الله سبحانه وتعالى البلد طلعت مؤهلات الله هو اكبر وطلعت شباب ما شاء الله هو الطيرين والدكاترة واللي موجودين دلوقتي من سني والجيل اللي قبلية ما كل ده جاي من اين يعني العلم طول عمري في مدرس حكومة للعلم ما روحتش المدرسة الخاصة غير في الثاني واما بدأت انا اصطعبط وخيب يعني يعني اما كنت كويس كنت في مدرسة الحكومة اما خيبت بقيت في مدرسة خاصة عشان يسيبوني خايم للمدرسة حكومة ما كانتش بتسيم لغاية ما ربنا اكرمنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تمام والنهاردة في مدرسين كده انا تقريبا عندي اولاد فعمار مختلفة في التعليم بفضل الله تمام لا ده انا بشوف مدرسين الواحد لازم يديهم تعظيم فلا لازم واقول لهم المدرس اللي يخش يا سيد الفصل وما يشرحش تعالى اقول لان ده حقي انا كوالية امره حقك انت كطالب ان احنا نروح نشتكي ونقول المدرس ده بيتعمد لكن لا احنا بنستسهل خد يا ابني الحصة بكام خد روح هي الدولة بتعمل حاجة هو المدرسة الحقوق يا عم ده خريج مدرسة حكومة وبقت في الودن ويمكن من اولادي برضو بيقول لا انا عايز مش عارف اخش ايه مسميات مسميات ما كانش طلع في يوم من اليام البنت الاولى على السنوية العامة تقريبا السنة اللي فات او اللي قبلها مش فاكر الاولى على السنوية العامة بنت حرس عقا بتنعلم تعليم حكومي وما فيش لدرس بنت حرس عقا طلعت الاولى على السنوية العامة ومشاء الله عليها النهاردة تقريبا دخلوا الطب يعني تقريبا تمام المدرسة الحكومة لكن احنا بنستسهل ونرمي الحجة ونرمي عيوبنا على شماعة الحكومة اللي مش قادرة تعمل او المدارس الحكومة كذا فانا بحي رئيس حي مصر الجديدة والقائمين على الحي اللي عملوا ده اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى كل الاحياء وكل المسؤولين تقفل ده العلاج علاج البتر زي ما بيقولوا لو بطرنا سناتر التعليمية العلاج هتتعلم غصبا عنها والتابلت ولو انا عايش او ميت هتقولوا الراجل ده في يوم من اليام دافع عن طريق شوقي وكان على حق التابلت في يوم من اليام هنقول ياريد ده كان على ايامنا من ايام برضو صورة كده ظهرت على السوشيال ميديا وتقريبا السوشيال ميديا بيحاولوا وكان ده حصل فترة من الفترات لكن بفضل الله خلاص البلد بقت بلد وليها قوانينها وليها مسؤولية لسه بيحاولوا يديروا البلد عن طريق السوشيال ميديا واحنا متنقضين جدا جدا يعني انا لو نازل من بيتي ولقيت مثلا بيع واقف على باب العمارة واللي على باب البيت يلا يا عم من هنا انت واقف هنا لإيه نعم ده على باب بيتي اما يبقى على باب بيت حد تاني وييجي الضابط يمشي اقول بصوا نابل في الافترة طب ما انت يسيلي مدي لنفسك الحق في الافترة ففي سيدة صورتها طلعت هي مشهورة الوقتي بسيدة القرر حملة من حملات بعض الاحياء او احد الاحياء وقفوا لان ممنوع سير القرر لا 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 فيه صورة كده العربية القرر ده دي زوجت الشعيدة عامر عبد المعصود ربنا ارحمه فيه صورة لوحدة ستة معها عربية القرر المهم الحملة دي طبعا ممنوع سير العربات القرر في الطرق العامة فنزلوا بحملة وكان كان معاهم مسؤولين من المحافظة وخدوا العربية من الست تمام هجوم داري على المسؤولين وعلى الحي وعلى الدنيا ايه فين روح القانون فين اي روح قانون يا سيدنا اللي انت بتطالب بيها احنا عندنا قانون ده قانون روح القانون اللي هو ايه القانون بيقول ممنوع سير العربات القرر في الشارع انت بقى لو ماشي بعربيتك او ماشي على رجليك والقرر ده احتك بيك هتقول بصوا انها بالدولة سايبة الناس تمام انا مستمع جماعة طيب تمام تمام فالفيسبوك مش هو اللي هيحرك وبطله طبقوا متنقضين انا طبعا عشان احنا انا طلعت متأخر او الظروف الوقت الظروف الطريق فللأسف الوقت خلص في النهاية في النهاية انا بعد ربنا سبحانه وتعالى نتريف في كلامنا اللي على الفيس تمام وبعض اللي جاني الالكترونية مصر هتمشي بالقانون مش هتمشي بروح القانون والمخالف لازم يتحاسب وإلا مش هنبقى في دولة انا للأسف في موضوعات كتير لكن الوقت راح طبعا ان شاء الله بإذن الله نتقابل في الحلقة اللي جاية ونتكلم في بعض الأمور التانية اللي ملحقناش فيها النهاردة واسبكم في رعاية الله وامنه واسبكم على خير واشوفكم في بيتكم البيت الكبير